ملاحظة على هذا النهائي وأن الاتحاد الأوروبي لم ينقل النهائي لا إلى مدريد ولا إلى لندن بقي النهائي مثل ما كان مبرمج في باريس هذه أول ملاحظة ثاني ملاحظة هذه المباراة بالنسبة للشياطين الحمر هي مباراة ثأرية لليفربول لأنهم خسروا النهائي منذ سنوات 2018 ضد هذا النادي العريق ثالث ملاحظة بالنسبة لهذه المباراة وهذا النهائي هو أن الريال يبقى ريال رغم هجرة أحسن لاعب في العالم في وقته رونالدو وبقية اللاعبين إلا أن الإدارة في مدريد حافظت على توهج هذا النادي بدليل أنه عاد برغم كل ما قيل عاد ليتبارى على هذه الكأس للمرة الرابعة في خمسة أو ست سنوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر